بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائينا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عين على القضاء الشرعي سنتحدث اليوم عن موضوع يخص كل أسرة فلسطينية وهو موضوع الميراث وللحديث أكثر في هذا الموضوع نستضيف فضيلة القاضي أحمد حسين أهلاً وسهلاً فضيلة القاضي الرئيس محكمة برزية الشرعية أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بكم وتحياتنا لكم وللمشاهدين الكرام فضيلتك نحن تحدثنا سابقاً في حلقات سابقة عن موضوع الميراث بشكل عام ولكن اليوم سنتحدث عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع بداية كيف يتم تقسيم الورثات أو الورثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بداية عندما يتوفى الإنسان وينتقل إلى الرفيق الأعلى قبل الحديث عن تقسيم التاركة هناك حقوق قبل تقسيم التاركة بين الورثة فأول حق هو تجهيز الميت وتكفينه وهذا يكون من ماله الخاص ثم فيما بعد إذا كان عليه ديون تسدد ديونه وأيضاً إذا كان هناك وصايا إذا أوصى لأناس معينين بجزء من ماله في هذه الحالات تنفذ أو بداية هذه الأمور من تجهيز الميت تكفينه تسديد ديونه تنفيذ وصايا ما بقي بعد ذلك بعد استنفاذ هذه الحقوق يقسم بين الورثة حسب التقسيم الشرعي الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى التقسيم الشرعي بداية يعني الأولويات في التقسيم الشرعي لأنه تفاصيلها كثيرة نعم بداية أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز طبعاً هناك بداية الأب والأم الجد الجدة الأخ لأم البنت الجدة لأم في بداية أصحاب الفروض الزوج الزوجة بداية تقسم على أصحاب الفروض فما بقي لأولى عصب ذكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عصب ذكر نعم اجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الألحق الفرائضة بأهلها فما بقي فلأولى عصب ذكر يعني بداية أصحاب الفروض نعم نعم تقسم التاركة على أصحاب الفروض نعم أما إذا قسمنا على أصحاب الفروض وعطينا كل الذي حقا حقه وبقي شيء من التركة فينتقل لأولى عصب أذكر نعم جهة العصبات نعم ولكن ما الفرق بين أصحاب الفروض وذوي الأرحام أصحاب الفروض نص عليهم القرآن الكريم في كتابه العزيز وأعطى كل الذي حقا حقا يعني الأمر الوحيد تقريبا الذي ذكر بالتفصيل في القرآن الكريم هو المراث وتقسيم المراث فذكر الله سبحانه وتعالى نصيب الزوجة عند وجود أبناء أو عدم وجود أبناء نصيب الأب نصيب الأم عند وجود فرع وارث أو عدم وجود فرع وارث الأخوة لأم جميع أصحاب الفروض الواردين في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى هو من أعطى حصصهم وهو من فرض نصيبهم لذلك سميت أصحاب الفروض من هنا أتت التسمية لماذا نقول أصحاب الفروض؟ لأن الله سبحانه وتعالى فرض نصيبهم بنفسه أما ما بقي فتولت السنة ذلك فقال رسوله وسلم فما بقي لأولى عصب ذكر يعني بعد الانتهاء من أصحاب الفروض ننتقل إلى العصبات نعم فضيلتك ذكرت أن الله سبحانه وتعالى تولى تقسيم المراث بالتفصيل في كتابه العزيز يعني وفي نفس الوقت لم يفصل الصلاة صحيح صحيح ما الحكمة من هذا المراث؟ الله تعالى أعلم الحكمة من ذلك لأن أمر المراث هو أمر مالي والأمور المالية هي التي تكثر فيها المشاحنات والاختلافات وأغلب ما يحصل بين الناس من نزاعات في غالبها الأعظم تكون متعلقة بالأموال إما بالأرض أو بالأموال المنقولة أو الأموال غير المنقولة فالله سبحانه وتعالى حسما لهذا الخلاف ولهذا الجدل الذي يمكن أن ينشأ بسبب تقسيم الإرث وتقسيم التاركة فالله سبحانه وتعالى اختار بنفسه أن يبين هذه الفروض في كتابه العزيز وهذه والله تعالى أعلم أن هذه الحكمة البارزة من هذا الأمر نعم فضلتك طيب إذا ترك المتوفى وصية في هذه الحالة الآن الوصاية إذا أوصل المتوفى لكن لا بد من الإشارة بداية أنه لا وصية لوارث يعني إذا توفى الشخص وكان موصي لأحد الورثة بشيء من التاركة إضافة لما سيحصل عليه فإنها في البداية لا وصية لوارث ولا يوصى لوارث ويبقى أمرها موقوف على إجازة أصحاب الورثة فمثلا إذا كان هناك وصية من أب توفى وأوصى لأحد أبنائه إضافة لما سيحصل عليه من حقه في التاركة إضافة أخرى مثلا أموال أو أراضي أو إلى خلاف ذلك فهنا يمكن للورثة أو يعني يحق للورثة أن يعترضوا على هذه الوصية وأن لا تنفذ لأنه الأصل لا وصية لوارث لأنه لا حقه محفوظ لكن إذا أجاز الورثة ذلك من باب البر بوالدهم ومن باب صلة الرحم في هذه الحالة لا بأس بذلك تنفذ الوصية أما إذا اعترضوا لا تنفذ الوصية أما إذا أوصى لغير الورثة كأن يوصي مثلا لصديق أو لابن أخ نعم أو لخلاف ذلك وليسوا من ضمن الورثة إذا أوصى فإنها تنفذ في حدود الثلث وذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة على ما أذكر سعد من أبي وقاس أو غيره ولكن المهم المضمون الحديث عندما سأله عن أنه يريد أن يوصي فقال له أوصي بنصف مالي فقال له كثير أو بداية بكل مالي قال كثير وقال بنصف مالي قال كثير قال بالثلث وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير يعني تنفذ بحدود الثلث نعم إذا أوصى لطرف غير وارث فإنها تنفذ بحدود الثلث دون اشتراط إجازة الورثة أما إذا كانت الوصية بما يزيد عن الثلث فإنها تتوقف في هذه الحالة على إجازة الورثة لأن هذا المال لم يعد مال المورث وإنما هو مال الورثة أصبح بعد وفاته مال الورثة نعم أما إذا كانت الوصية بحدود الثلث تنفذ دون أي اشتراط لموافقة الورثة نعم أما إذا كانت ما يزيد عن الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة وإذا لم يوافقوا فإنه تطبق على الثلث نعم إذا لم يوافقوا فإنها تنفذ في الثلث نعم أما إذا أجاز بعض الورثة ورفض البعض فإنها تنفذ في حصة الموافق دون حصة المعترض وهذا طبعا من باب العدل والإنصاف إذا كان المتوفى أب وأوصى مثلا بحرمان أحد أبنائه من الميراث لسبب شرعي خلينا نحكي أنه مثلا كان هذا الولد عاق في حياته وأوصى بحرمان من الميراث هل يطبق هذا؟ هو الأصل موانع الميراث أيضا ذكرت ومذكورة في الفقه الإسلامي وفي الشريع الإسلامية يعني العقوق هو من الكبائر وللأسف إذا الإنسان توفي والده وهو غضبان عليه يعني نسأل الله له التوبة والمغفرة ونقبل الله توبته بسبب هذا العقوق لا شك أنها كبيرة من الكبائر ولكن إذا أوصى الوالد بحرمانه من الميراث فهذا لا يعتبر مانع من موانع الميراث لا يعتبر مانع من موانع الميراث وله الحق في أن يرث وأمر العقوق لله سبحانه وتعالى ولكن عقوق الوالدين نسأل الله لكل إنسان عنده مثلا نوع من العقوق لوالدي أو لأحدهما أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل الشنيع موانع الميراث كما تحدث ما هي؟ موانع الميراث كأن يقتل الوريث مورثه استعجالا في التاركة يعني أن يقتل مثلا الإبن والده أو أن يقتل الوالد ابنه أو أي مورث آخر يقتل أو يريث قتل مورثه ففي هذه الحالة يحرم من الميراث استنادا للقاعدة الشرعية الفقهية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يعني هو استعجل شيء هو صحيح له ولكن هو استعجل قبل أوانه وأوانه في هذه الحالة هو موت المورث فاستعجل موت المورث من أجل أن يحصل على الأمر المادي فيعاقب بحرمانه من هذا الميراث إذا طب كما تحدثت يعني ابن قتل والده استعجالا بالميراث وهذا الابن هو وحيد لوالده مثلا ولديه أبناء صحيح تمام الورثة لمن تذهب بعد حرمان القاتل في هذه الحالة عندما مثلا إذا ما اتفضلت أن هذا الشخص وحيد وقتل والده في هذه الحالة يحرم هو من الميراث كان قاتل وينتقل الإرث لأبناء الابن لأبناء الابن لأنه لا ذنب لهم فيما حصل نعم يعني لا تزر وزرته صحيح لا تزر وزرته نزر أخر طب في حال كان الورث قاتل ولكن قاتل غير مورثه يعني هو متهم بجريمة قتل أخرى مفهول مفهول الآن أيضا إذا الإنسان ارتكب جريمة القتل ولكن لم يقتل مورثه قتل إنسان آخر لا يعتبر هذا مانع من الميراث أيضا ولكن كما قلنا بمسألة العقوق هو ارتكب أيضا كبيرا من الكبائر عليها عقاب دنيوي أيضا قبل العقاب الأخروي ولكن لا يحلم ذلك من الميراث ولكن هذا لا علاقة له بأمر الميراث نعم وأيضا ما هي موانعه أيضا هناك الاختلاف الدين لا يرث المسلم مثلا إذا كان لا يرث نصرانية إذا كان متزوج من مسيحية مثلا فتوفت هي يعني الزوجة المسيحية لا ترث؟ نعم لا ترث الاختلاف الدين والزوج المسلم أيضا إذا توفت هي لا يرث الاختلاف الدين ولكن الأبناء يرثون نعم لكن الاختلاف الدين ولكن يمكن أن يوصي لها مثلا ممكن صحيح ممكن لأنها لا تعتبر وريفة يعني اختلاف الدين أيضا يمنع من الميراث وأيضا هناك طبعا ما يمنع من الميراث موت الوريث قبل مورثه يعني مثلا توفيها الإبن في حياة والده فإنه طلقائيا هنا لا يرث لأنه لم تتحقق شرط الميراث وهو حياة الوريث ووفاة المورث طب سؤال رجل عنده مال كثير مثلا ولا يوجد له أحد لا من أصحاب الفروض ولا من ذوي العصبات ولا من ذوي الأرحام يعني مقطوع من شجرة نعم يعني ما مات فيه دولة مثلا ما له حدا فيها وكان منقطع عن العائل يعني ما أحد يعرف شجرة العائل صحيح هذا المال ماذا يحدث؟ يعني هذا السؤال جميل مع أنه ممكن أن يكون من النوادر يعني أن يكون إنسان ليس له لا فروع ولا عصبات ولا أصول ولا ذوي أرحام من النوادر ولكن أيضا لها جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وريف من لا وارث له شو معنى هذا الكلام؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا وريث من لا وارث له فأيضا كل من يقوم مقام من النبي صلى الله عليه وسلم هو وريث من لا وارث له ممكن أن يكون وزارة الأوقاف هذه الأموال تحول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأنه لا وجود للوارث لا وجود لأحد فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وريث من لا وارث له ليس بشخصه وإنما بصفته العمومية نعم كأنه بصفته كمتولي هذه الدولة يعني تعتبر أموال بوقف إسلامي وليس أموال دولة نعم تنقل لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية نعم جميل في حال طلق الرجل زوجته وتوفاه الله وهي في فترة العدة هل ترث المطلقة ورثة الزوجة؟ إذا طلق الزوج زوجته طلق رجعية طلق رجعيا وتوفى هو أو هي أثناء العدة فإنها تعتبر زوجة فإذا توفت هي فإنه يرفع وإن توفاه فهي ترثه لأن الزوجية ما زالت قائمة بس في الطلاق الرجعي نعم في الطلاق الرجعي أما إذا كان هناك طلاقا بائنا فإنها لا ترث حتى في فترة العدة نعم لا ترث لأن الزوجية بينهما انتهت يعني هي أصبحت أجنبية عنه ولكن هناك طلاق يسمى بالفقه الإسلامي طلاق الفار طلاق الفار الذي يقصد به شو معنى طلاق الفار؟ يعني الذي يفر من الميراث يعني يطلق زوجته من أجل أن يفر من الميراث يعني أن يطلقها مثلا في مرض الموت يطلقها طلاقا بائنا يطلقها طلاقا بائنا وتوفى مثلا بعد سبوع أو عشر أيام وهي في العدة فهنا اختلف الفقهاء في ذلك هل يحق لها الإرث أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا أنها تستحق من الإرث لأنه طلقها فرارا من توريثها فيعاقب بخلاف قصده كما قلنا القاعدة التي أشرنا لها قبل قليل من استعجل الشيء قبل أواني حق بابي حرماني فهذه شبيهة لها أنه طلقها فرارا من توريثها يعني إضرارا بها فيعاقب بخلاف قصده ونيته وتارث منه طالما كانت العدة قائمة أما بعد انتهاء العدة فلا ميراث لها هناك سؤال دائما أكيد ما يسأل لكل العاملين في قطاع المحاكم الشرعية إجراءات حصر الإرث كيف تتم في المحكمة؟ إجراءات حصر الإرث تقدم يعني يقدم استدعاء للمحكمة استدعاء بطلب عمل حجة حصر إرث طبعا يقدم هذا الشخص ويكون له صفة في تقديم هذا الطلب وريث يكون إما وريث أو وكيل عن أحد الورثة فيقدم طلب للمحكمة الشرعية بإصدار حجة حصر إرث ويذكر فيه طبعا اسم الشخص المتوفى من ترك من الورثة هل ترك زوجة أو أكثر ترك أبناء أو لم يترك إلى آخر هذه التفصيلات يفصل ذلك في طلبه ويقدمها للمحكمة الشرعية طبعا مرفقا بالمستندات المطلوبة منه من صور هويات الورثة أو ما أمكن من ذلك شهادة وفاة المتوفى ويقدم هذا الطلب للمحكمة الشرعية ويعطى ورقة لتعليق هذا الاستدعاء في أقرى مسجد في الحي الذي يسكنه من أجل إذا كان هناك من يريد أن يعترض على هذا الإرث ممكن أن يأتي شخص ويقدم حصر إرث وينسى بعض الورثة إما قصدا أو سهوا يغفل عن ذكر بعض الورثة أو الدائنين بالضبط فيأتي أحد الورثة ويقول أن اسمي غير مذكور من ضمن هؤلاء الورثة فيعمل تعديل على هذا الاستدعاء لكن في الغالب بعد مرور فترة أسبوع لعشرة أيام يراجع هذا الشخص بخصوص معاملته إذا كانت أموره على ما يرام مستوفي كافة المطلوب منه والأوراق المطلوبة منه يسمع القاضي حصر الإرث طبعا بشهادة الشهود بعد أداء القسم من صاحب الطلب ومن الشهود أيضا يحلف صاحب الطلب والشهود اليمين الشرعي على صدق كلامهم فيعدون الشهادة أمام القاضي وبعد أدائهم للشهادة يعطى صاحب الطلب معاملة حجة حصر إرث مع التقسيم الشرعي لها ويستخدمها لدى الدوائر المختصة نعم ولكن في حال كما تفضل فضيلتك أنه تم تعليق الإعلان في المسجد وبعد مرور عشرة أيام راجع الشخص المتقدم للطلب المحكمة وتم تقسيم التاركة وجاء مثلا بعد سنة سنتين عشر سنوات أحد الورثة الذي لم يذكر اسمه في حجة حصر الإرث وقدم استدعاء للمحكمة بأنه لم يحصل على المرأة بسبب كان مسافرا أو كان بعيدا أو أحد الأسباب الأخرى في هذه الحالة ما هو المسرع صحيح في هذه الحالة عندما يصدر حجة حصر إرث من قبل المحكمة الشرعية وفيما بعد كما تفضلت أتى أحد الورثة وقال أنه لم يذكر من ضمن الورثة فهنا لا يستطيع أن يعمل حجة حصر إرث منافية وإنما يقدم دعوة إبطال لأن هذه الحجة لا تبطل بحجة تبطل بدعوة يقدم دعوة لدى المحكمة الشرعية يقول فيها أنه صدر حصر إرث للمورث فلان الفلاني أو للمرحوم فلان الفلاني وأن ذكر من ورثته فلان وفلان وفلان علما أنني مثلا من أحد الورثة ويبين ذلك للمحكمة وطبعا المحكمة تستدعي المدعى عليه وتسأل عن هذه الدعوة فإن أقر بها أو أنكرها يطلب من الشخص المقدم الدعوة إبطال حجة حصر إرث أن يثبت ذلك أن يثبت أنه من الورثة وذلك طبعا بشهادة الشهود إذا ثبتت لدى المحكمة أن كلام المدعي صحيح فإنه يصدر قرار بإبطال حجة حصر الإرث التي كانت مقدمة سابقا وتصحيحها وإدخال هذا الورث في حجة حصر الإرث ويصدر بذلك قرار ولكن فضيلتك إذا ما كان قد تم تقسيم التركة جميعها على الورثة الآخرين وثم إجراء عمليات بيع وشراء أو بناء أو نقود استنفذت أو إلى آخرين هنا ما الإجراء الذي يتحدث؟ هنا عندما يتحصل على القرار بداية من المحكمة الشرعية بإبطال حجة حصر إرث ويدخاله من ضمن الورثة الآن طبعا هذا القرار بعد أن يكتسب الدرجة القطعية سواء استأنفه الخصوم أو مضت مدة الاستئناف وأصبح الحكم قطعيا يمكن لهذا الشخص أن يذهب به إلى الجهات المختصة إذا تم بيع أو تم شراء أن يذهب به إلى المحاكم ويطالب بعطائه حقه ممكن أن يبطل إذا بيع شيء وهو له في ملكه وباعه شخص غير مالك هنا دعوة تسمى دعوة الاستحقاق ولكن هي موجودة في المحاكم النظامية وليس في المحاكم الشرعية أن يأتي وتصبح الأمر متشعب أكثر فإما أن يتم التراضي بين الورثة على إعطاء حقه ولكن إذا امتنعوا ووصل الأمر إلى القضاء يحق له اللجوء للقضاء وإبطال وإبطال البيعات إذا تمت بيعات من ملكه لأنه ما معنى دعوة الاستحقاق يعني كانت أرض له حصة فيها بالضبط وبيعت حصته من ضمن شخص غير مالك لهذه الحصة فهو في هذه الحالة يمكن له أن يلجأ للقضاء ويطالب بإبطال هذا البيع والمشتري في هذه الحالة يرجع بالثمن والنقود التي خسرها على من باعه بالضبط على من باعه ويعني هنا يكون مجاله في المحاكم النظامية ولكن بداية هو أخذ الحكم بإبطال القطع بإبطالها ولكن هل تحدث هذه الحالات؟ نعم تحدث كثير في المحاكم الشرعية يعني هناك دعاوة إبطال في كل المحاكم الشرعية يعني دعاوة الإبطال من الدعاوة الكثيرة في المحاكم الشرعية ولكن ما سبب هذا اللبس دائما في توزيع الورثة أو الموارث؟ ممكن يحتمل عدة أمور يا إما جهلا يعني مثلا يأتي شخص يعمل حجة حصر إرث لوالده أو لأحد المورثين وهناك جزء من الورثة مثلا خارج البلاد في أمريكا أو في أوروبا أو كذا جهلا منه يعتقد أن من خارج البلاد لا يرث فلا يذكر اسمه وهذا طبعا خطأ طالما هناك ورثة بغض النظر أينما كانوا يجب ذكرهم في حجة حصر إرثة يعني هذا سبب الجهل وممكن أيضا أحيانا النسيان يعني من كثر الورثة وتشتتهم في البلاد وكذا أن ينسى بعض الورثة والأمر الآخر والسبب الآخر هو يكون عن قصد هو الطمع نعم هو الطمع ويريد أن يأكل حقوق غيره فضيلتك شكرا جزيلا لوجودك معنا فضيلة القاضي أحمد حسين رئيس محكمة بيرزية الشرعية أعزائي المشاهدين شكرا لمشاهدتكم الكريمة نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة اشتركوا في القناة